معي في الستوديو الكاتب الصحفي سيد خير الله خير الله أهلا بك سيد خير الله أهلا بك تطورات كثيرة في لبنان لكن أبرزها طبعا ما حدث بالأمس من وقف اطلاق النار اليوم هناك بعض المناوشات أستاذ خير الله الجانب الإسرائيلي يطلق النار يحاول إبعاد بعض الناس من الدخول في المنطقة التي لا يريد أو يريدها أن تكون محظورة كيف ترى الوضع في جنوب لبنان الآن أعتقد أن الوضع في غاية السوء وهذا يعود بكل بساطة إلى أن حزب الله يرفض أخذ العلم بالذي حصل يعني يريد أن يحول هزيمة الانتصار كبير وهذا شيء غير موجود يعني أنا أعتقد أن على حزب الله أخذ العلم بما جرى وأن يتصرف على أساس كيف يعني أخذ العلم أستاذ خير يعني أن يعرف كيف يخسر حزب الله لا يعرف لا كيف يخسر ولا كيف يربع أعتقد أنا في الحروب وفي قضايا دقيقة من هذا النوع أن تعرف كيف تخسر أهم بكثير من أن تعرف كيف تربع ولذلك لا يجد حزب الله طريقة للخروج من المغزق الذي وقع فيه إلا بإعلان الانتصار وهذا انتصار غير موجود لذلك عليه أن أتصرف بطريقة مختلفة وأن يعترف بالهزيمة التي لاحقت به وفي المقابل أنا لا أقول أن إسرائيل جمعية خيرية ولكن أقول أن على إسرائيل أن يكون لديها مشروع سياسي ليس فقط بالنسبة إلى لبنان بالنسبة إلى المنطقة ككل هل تريد أن تكون مخلوقا طبيعيا في المنطقة أم لا هذا هو السؤال الكبير الذي سيفرد نفسه عاجل ولكن في الوقت الحاضر الوضع في لبنان هش جدا وعلى حزب الله عن إيران أخذ العلم بما حصل واعتراف بأنه لا يمكن تكرار تجربة حرب سيف 2006 في سنة 2024 لكن حقيقة أستاذ خير الله ما حدث هو مقارب له يعني وقف اطلاق نار القرار 1701 ستنسحب هذه القوات بعد ستين يوما اليوم اليوم يعني البعض حتى لام نتنياهو على وقف اطلاق النار أنت كيف تعتقد الأجواء في جنوب لبنان هل ستبقى هادئة كما هي أم ربما نرى مناوشات أكبر أعتقد أنها سنرى مناوشات أولا إسرائيل حاليا أكثر جدية بما كانت عليه في 2006 كان هناك مصلحة إسرائيلية في بقاء حزب الله المسلح في جنوب لبنان بعد حرب 2006 الآن لم تعد لديها مثل هذه المصلحة بعد طوفان لغصة في غزة وما أصاب غلاف غزة وبعد أطلاق حزب الله هذه الكمية الكبيرة من الصوريخ وأجبار ما يزيد على سبعين ألف إسرائيلي إلى ترك بيوتهم في مستوطنات الجليل أظن أن الموضوع حياة أو موت بالنسبة لإسرائيل وحزب الله غير قادر على استعاب هذه المعادلة التي تصب في غير مصلحة ثم الأجواء في لبنان أجواء أن يسعى أن الناس ضامنوا مع النازحين من الجنوب ولكن الأجواء في لبنان هي أجواء يعني معادية لحزب الله بما في ذلك داخل الطائفة الشيعية لا أقول كل الشيعة لا أقول نسبة لا بأس بها من الشيعة هم حمليا بدأوا يسألون ماذا فعل بنا حزب الله وما هي النتيجة التي أدت إليها هذه الحرب العباثية التي شنها من دون سبب باستثناء أنه ينفذ أوامر إيرانية طبعا هو دخل هذه المعركة كجبهة إسناد لغزة واليوم يعني أنا استمعت طبعا لكثير من الغاعدة الشعبية لحزب الله هم يقولون بأن ما حدث كان طبيعي ويتحدثون عن تضحيات وما شابه لكن لابد من أن أعود إليك في قوة حزب الله الآن سيد نبيه بري دعا إلى جلسة لاختيار رئيس دائما كان يقال حزب الله هو الذي يعطي الوصول للرئيس اليوم حزب الله كما كان قويا أم ماذا حدث أعتقد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو دليل على تراجع وضع حزب الله في لبنان حزب الله كان يريد أن يكون رئيس الجمهورية في لبنان رهينة له لا أكثر ولا أقل هذا خطوة أولى على طريق تنازلات حزب الله لو كان بالفعل قويا حزب الله لما كان توصل إلى موافقة على وقفة طلاق النار طيب بهذه الشروط المذلة أعتقد أنه شروط مذلة تعتقد شروط مذلة أكيد أكيد إذا تقرأ النص شروط مذلة يعني عليه تنفيذ 1901 وتضمن أيضا القرار 1059 الذي لا يسمح بوجود ميليشيات مسلحة في لبنان أظن أن هذا هو ما سيحصل في لبنان في المدى البعيد إلا إذا افتعل حزب الله مزيد من المشاكل في جنوب لبنان وهذا سيؤدي إلى مزيد من التعقدات على الصعيد ككل ولكن أظن أن عاجلا أم أجلا سيعود حزب الله إلى جادة الصواب بطريقة أخرى ويعترف بالواقع الأليم الذي يعاني منه شكرا لك في الاستوديو الكاتب الصحفي السيد خير الله خير الله شكرا لك دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة تشريعية في التاسع من يناير المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وذلك بعد شغور رئاسي دم أكثر من سنتين يأتي ذلك تزامنا مع وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يذكر أن بري تعهد للمبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان بإنجاز هذا الاستحقاق فور الإعلان عن وقف إطلاق النار كشفت تقارير إسرائيلية عن الضمانات الأمريكية التي قدمتها واشنطن لإسرائيل لتثبيت اتفاق التهدئة بين لبنان وإسرائيل وأشارت إلى أن واشنطن التزمت بالعمل مع إسرائيل لمنع إيران من زعزعة استقرار وتقويض اتفاق وقف إطلاق النار يأتي ذلك مع نشر تقارير تظهر خريطة تضم فيها إسرائيل أراضي لبنانية جديدة إلى منطقة جنوب الليطاني وهي المنطقة التي يحضر وجود حزب الله فيها وفق الاتفاق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله كانت بضمانات محددة من واشنطن لتل أبيب ذلك ما كشفه تقرير نشرته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أظهر بعضاً مما تضمنته رسالة الضمانات الأمريكية لإسرائيل الرسالة الأمريكية نصت على عدد من البنود أولها أن الولايات المتحدة تلتزم بالعمل مع إسرائيل لمنع إيران من زعزعة الاستقرار في المنطقة ومنعها من تعزيز وجودها في لبنان أو تقويض مبادئ الاتفاق بشكل مباشر أو عبر وكلائها كما تتضمن الرسالة طالباً أو تحذيراً من الولايات المتحدة إلى إسرائيل يشكل نوعاً من الشروط إذا قررت إسرائيل القيام بعمل عسكري عليها إبلاغ الولايات المتحدة في الوقت المناسب وتتوقع الولايات المتحدة أن تكون جميع العمليات الإسرائيلية متوافقة مع القانون الدولي وتهدف إلى تقليل الإصابات بين المدنيين والحد من الإضرار بالبنية التحتية المدنية قدر الإمكان كما تطرقت الرسالة أيضاً إلى المسؤولية الأمريكية في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيث جاء فيها أن الولايات المتحدة بحكم دورها كرئيسة لآلية المراقبة ستقود وتوجه الجيش اللبناني لمنع الانتهاكات ولتقديم استجابة فعال له ووفقاً لصحيفة الإسرائيلية فإن أحد الوزراء الإسرائيليين الذين اطلعوا على الوثيقة في اجتماع الكابينت كان مرحباً ببنود الاتفاق وقال إن ذلك يمثل إنجازاً كبيراً وإن إسرائيل أدخلت فعلياً الولايات المتحدة إلى لبنان كمسؤول رئيسي في سياق ذلك نشرت صحيفة إسرائيل هيوم خريطة قالت إنها مرفقة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان تظهر ضم إسرائيل لأراضي لبنانية جديدة في منطقة جنوب الليطاني وهي المنطقة التي يحضر وجود حزب الله فيها وفقاً للاتفاق هذه المنطقة التي ضمتها إسرائيل هي منطقة يحمر أفادت مصادر لبنانية بتعرض بلدة عيت الشعب ومدينة بنت جبيل لقصف مدفعي إسرائيلي بينما أصيب شخص بجروح من جراء قصف مدفعي على بلدة مركبة وأفادت وسائل إعلام اللبنانية بسماع أصوات إطلاق نار منذ فجر اليوم في بلدة مارون الراس ومناطق أخرى بجوار عيترون جنوبية لبنان رغم بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في وقت مبكر يوم الأربعاء من جهة ثانية قرى الجيش الإسرائيلي بأن مسيرة تابعة له استهدفت سيارة لبنانية جنوبية لبنان بهدف إبعادها عن المنطقة المحظورة وليس بهدفه القتل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر